سنتعلم عن الإنعكاس في هذا الفيديو Reflection أعتقد أنه على الأغلب أنك تعرف ما يعني الإنعكاس سنحاول توضيح الفكرة أكثر وأكثر عنه هناك نوعين من الإنعكاس نوعين من الإنعكاس إذن هناك نوعين لنرسمهما إذن النوع الأول هو النوع الذي يتوافق مع الإنعكاس وهو الإنعكاس المنتظم Specular Reflection إنعكاس منتظم لنقول هذا هو سطح المرآة إذا كان لدي شعاع ساقط هنا إذا كان لدي شعاع ساقط هنا ولمعرفة المصطلحات بشكل صحيح شعاع داخل هو شعاع عرضي وهذا شعاع عرضي أو خارجي لأن شعاع عندما يصل السطح ينعكس دعوني أكتبه هنا هذا هو شعاع ساقط Incident Array شعاع ساقط سيصل السطح وتستطيع أن تتخيل أنه سوف يرتد بنفس الزاوية لكن في الاتجاه المعاكس أو الاتجاه المقابل إذن سوف يصطدم بالسطح وسوف يرتد ويسير بهذا الشكل وعندئذ نسمي ذلك شعاع منعكس بعد أن يرتد عن السطح شعاع منعكس Reflected Array شعاع منعكس ويمكن أنك لاحظت ذلك إذا سبق لك أن لعبت أمام مرآة سترى بعض الصور وستفكر بذلك بطريقة أفضل في المرة القادمة وأنت أمام مرآة تستطيع أن تفكر بذلك وتفكر بزاوية السقوط وزاوية الإنعكاس ولكنهما متساويان لنوضحهما هنا سأرسم خط موسقيم بزاوية 90 درجة أو خط عمودي على السطح المرآة الأصلية هنا سنوضح هنا زاوية السقوط سأستخدم ثيتا ومجرد حرف لاتيني يستخدم للتعبير عن الزاوية الزاوية بين هذا الشعاع والعمودي الموجود هنا وهذه هي زاوية السقوط بعد ذلك وزاوية بين العمودي وشعاع الأزرق هنا سنسميها ثيتا R نسبة لزاوية الإنعكاس وهي خاصية المراية عندما يكون لدينا إنعكاس منتظم تستطيع رؤية ذلك في كل المراية المنتظمة وقد تكون اختبرت ذلك إن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس ونستطيع أن نرى ذلك في عدد من الصور هنا لنرى بعض الصور للإنعكاس المنتظم لنوضحه هنا إذا كان لدينا ضوء الشمس ساقط على هذا الجبل سنتحدث قليلا عن الإنعكاس المنتشر هذا هو ما يحدث لقد إنعكاس بشكل مباشر لهذا لا نستطيع رؤية صورة الشمس الحقيقية هنا فقط نرى البيض في اللون لكن عندها هذه الأشعة البيضة تتبع ثارف في كل الإتجاهات ويضرب بعضها الماء لنرى هذا سأحاول أن أطابق أجزاء الجبل التي لدينا هذا الجزء من الجبل أعلى هنا وجزء من الإنعكاس هنا ما يحدث هنا هو أن ضوء يأتي من جزء من الجبل يصطدم بهذا السطح من الماء ثم ينعكس إنعكاسا منتظما إلى أعيننا عادة يأتي بشكل مستقيم إلينا سأرسم الزاوية هنا يأتي بشكل مستقيم إلى أعيننا كما لو أن أعيننا كما لو أن أعيننا تخرج من مكانها بشكل مستقيم سأرسم الخط العمودي على أمل أن يساعد في توضيح ذلك وقلنا أن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس لذا لو رسمت خط عمودي هنا قد يكون ليس واضحا هنا لكن الزاوية هنا الزاوية هنا هذه هي الزاوية هي زاوية السقوط زاوية السقوط نرسم عمود وزاوية التي يصل إليها الشعاع عضو للسطح للسطح الماء قبل أن يرتد هذه هي زاوية السقوط بالنسبة إلى العمود وعندها الزاوية هنا أعرف لا تبدو متساوية لكن هذا يعود إلى المشهد الذي نتعامل معه هذه هي زاوية الإنعكاس وسوف يكونان متساويتان ونستطيع أن نعمل حالة مشابهة لذلك إن تفكر فيها بطريقة أسهل الآن إذا كانت هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية فإن هذه هي زاوية السقوط وهذه زاوية الإنعكاس ونعلم أيضا أن هذه الزاوية هنا ستكون مساوية للزاوية هنا وأحيانا أفكر بها بطريقة أسهل الزاوية بين الشعاع والسطح الحقيقي لكنهما حقيقة نفس الفكرة بوضوح إنها زاوية مختلفة لكن إذا كانت هذه تساوي تلك الزاوية ذلك لأن هذان الاثنان ستضاف إلى 90 وهذه أدنى ستضاف إلى 90 بطريقة أخرى نستطيع إظهارها بهذا الشكل إذا نظرنا إلى سطح الماء سأرسم خط يمتد على سطح الماء طريقة أخرى للتفكير بهذه الزاوية هنا هذه الزاوية هنا ستكون نفس الزاوية هنا وتستطيع رؤيتها في العنكاس هنا إذا هذه الزاوية بين الشمس الضوء ساقط من الشمس سيصل إلى الماء هنا ثم ينعكس عن هذه النقطة من سطح الماء ثم يصل إلى أعيننا نستطيع إما أن نقول أن هذه الزاوية تساوي تلك الزاوية وزاوية بين الشعاع ساقط وسطح الماء تساوي الزاوية بين الشعاع المنعكس وسطح الماء أو نستطيع رسم عمود هنا على سطح الماء زاوية السكوت زاوية السكوت الزاوية بين الشعاع والعمود هنا ستكون نفس زاوية الإنعكاس صعب أن ترى ذلك مرة أخرى بسبب المشهد أتمنى أن يكون هذا منطقيا وأشجعك إلى ذهاب إلى المرأة وترى الجسم في المرأة وتفكر بزاوية ضوء من الجسم التي ستضرب المرأة والذي يصل إلى عينيك إنه موضوع مثير لعمله إذا كنت تبحث عن شيء لعمله الآن تحدثنا عن الإنعكاس المنتظم والنوع الآخر هو الإنعكاس غير المنتظم وقد يكون هذا النوع غير واضح بالنسبة لك لأنه يحدث في كل مكان تنظر إليه الإنعكاس الغير منتظم diffuse reflection الإنعكاس غير المنتظم إنعكاس غير منتظم لأنه يحدث على السطوح الغير ملساء هو ليس الذي يتوافق مع سطح مرآتك إذن سوف أقربه هنا في الإنعكاس الغير منتظم قد يكون السطح يبدو هكذا لنوضح هذا في الإنعكاس المنتظم أي شعاع ضوء يدخل هكذا زاوية السقوط ستساوي زاوية الإنعكاس زاوية السقوط ستساوي زاوية الإنعكاس كما هو في حالة المرآة ستكون نفس الشيء إذا دخلت في زاوية حادة ستخرج في زاوية حادة ستكون زاوية حادة هذا إنعكاس منتظم بالنسبة للإنعكاس الغير منتظم كل الأشكال الغريبة قد تحدث لأنه ليس لدينا سطح أملس وهذه الأشياء أو النتوءات الموجودة على السطح قد تعكس الضوء بشكل جنوني إذن إذا دخلت ضوء بهذا الاتجاه عند هذه النقطة فإن الضوء سينعكس في هذا الاتجاه برغم من دخولي بنفس الزاوية هنا والآن فجأة ضوء قد يذهب بهذا الاتجاه بعد ذلك إذا دخلت بنفس الزاوية هنا فجأة ضوء قد يذهب في ذلك الاتجاه بشكل فوضوي أعتقد أنك كونت فكرة عامة عن الموضوع إذا دخلت هنا ضوء قد يتشتت في ذلك الاتجاه إذا دخلت هنا في نفس الزاوية الآن قد يتشتت ضوء في ذلك الاتجاه لذا الفكرة العامة للإنعكاس غير المنتظم أن الأشعة المنعكسة سوف تكون في كل الاتجاهات بشكل فوضوي سوف تختلط وتتبعثر وإذا كان عندك صورة للشمس لنقول أن هذه الأشعة هنا تأتي مباشرة من الشمس وعندها تنعكس سوف تحتفظ نوعا ما بأسورة وسوف يكون لدينا أسورة منعكسة للشمس لكن هنا الإشعاعات الضوئية القادمة من الشمس لن تسير كلها في نفس الاتجاه ستكون جزء من الشمس جزء صغير منه هنا وتحدث على مستوى صغير جدا لذا أنت فعلا تلتقط الضوء فأنت عمليا تفقد كل المعلومات المتعلقة بالصورة الأصلية قد تتساءل أين يحدث الإنعكاس الغير منتظم انظر إلى هذه الصورة أي شيء غير المرآس تعقص الضوء بشكل غير منتظم وهذا ترى هنا الجبل هنا منعكس بالشكل منتظم لأن أضوء منعكس من الشمس لكنه انعكس بكل الاتجاهات بشكل فوضوي لكنك لا ترى الانعكاس للسماء هنا الماء هنا هو انعكاس منتظم لأنه مسقول جدا وهذا يحفظ على زاوية السقوط لتكون مساوية لزاوية الانعكاس دائما ستكون بنفس الزاوية لأنها تتم بسطوح المسقولة والملساء الأشجار تلك هي انعكاس غير منتظم وأريد أن أوضح في حالة شيء ما أبيض الأبيض هو طيف الضوء الكامل في المستقبل سنقوم بفيديوهات متعلقة بهذا الموضوع إنه يعكس كل الطيف يقوم بمسجها ببعضها البعض لذا لا يوجد هنا انعكاس حقيقي لكن إذا نظرت للأشجار سيكون لديك طيف كامل من الشمس ينزل على الأشجار لكن الأشجار نفسها يجب مشاهدة الفيديو المتعلق بالتركيب الضوءي تقوم بامتصاص كل التردد للضوء مع هذا الأخضر الذي نرى إذن تقوم الأشجار بعكس الأخضر إلينا مرة أخرى تعكسها بالطريقة غير منتظمة حيث لا تستطيع أن ترى الإنعكاس الحقيقي في هذه الأشجار فقط أريد أن أعرض شيء مثير لأنه مثل لعب البليارد يمكن أن تحصل على إنعكاسين لهذا السبب لدي هذه الصورة حيث لديك هذا الشمس منعكس على الماء هنا ثم لدينا إنعكاس هو إنعكاس مباشر للشمس وهذا الإنعكاس للشمس منعكس على الماء هنا وما لدينا هنا هو ضوء الشمس يأتي من الإنعكاس ينعكس على نقطة معينة من الماء ويصل إلى هذه النقطة بشكل قصير ثم يأتي إلى أعيوننا مرة أخرى زاوية السقوط وفي كل وضعية ستكون مساوية ستكون مساوية لزاوية الإنعكاس مع أن المجذاف يبدو متشتت في هذه الحالة هو ليس سطح أملس بالكامل لذا هذا يجعل العمليات الرياضية أصعب قليلا لكن عندما نفكر بذلك يبدو مثير رؤية معظم السطوح الإنعكاسية والتفكير في الزوايا الحقيقية ترجمة نانسي قنقر